تنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة مئات المدافعين عن حقوق الإنسان ينتمون لثمانية وتسعين بلد وتبحث أشغال هذا المحفل الحقوقي الدولي تعميق الحوار وتحديث تشخيص الوضع بشأنه التطورات الرئيسية إضافة إلى أبرز التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم ويمثل المغرب خلال هذا المنتدى وفد هام من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة إلى مشاركة وازنة لعدد من الفعاليات الأكاديمية وجمعيات المجتمع المدني وتميزت هذه النسخة بتقديم عدد من العروض لمتدخلين مغاربة من أكاديميين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن قضايا حقوقية مختلفة ترجمة نانسي قنقر